اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وكان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكى ونحشره يوم القيامة أعمى عباد الله الله سبحانه وتعالى باد يكم سميه ببيت آدم عليه السلام نحوا أكوام رشك شككت كهي أرضي ناكش كشنا دويا وشيطان كش الله سبحانه وتعالى كوام بيا فإما يأتينكم مني هدى na إما utawajieni kutoka kwangu mimi uwangofu فمن اتبع هدى فلا يضل ولا يشقى أتاكيوفوات uwangofu نيوترمش فلا يضل باسمتوه وحيو ezekani kupotea katika huli mwengu بالي أتاسمام katika mstari ulio nyoka ما دام أوفوات ونغوفو نوتوكك الله سبحانه وتعالى ولا يشقى ولا هتا patatاب ها بدنياننا كشو آخرا كعذاب يكو خليف أمري الله سبحانه وتعالى ما دام أمشي كماننا يالي أليم ترمشي الله سبحانه وتعالى katika ونغوفو هيني ذمانا فتتاب من يكما هويو كين يمشاكه كهولي مwengu لكيه قال جل في علاه أمباو الله سبحانه وتعالى فإن له معيشة ضنكا عباد الله الله سبحانه وتعالى يقول الله سبحانه وتعالى في نبيه صلى الله عليه وسلم وإن تطيعوه تهتدو وما على الرسول إلا البلاغ المبين مكمتيه يمتومه باسك وحكيكا متونقوكا هيني ذمانا هيني شاكا لنياك أنايزن غمزن خالق السماوات والأرض وإن تطيعوه تهتدو مكمتيه يمتومه حكيكا نيني متونقوكا بلا شاكا فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقاه بل امتومات صلى الله عليه وسلم أليترمشي وهي شريعة نوحي هو أن يترمشي والله سبحانه وتعالى موانبيناكم وامرشا فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم شكمانا ناكير وليترمشي وكتوكا ومولا واخو كوا حكيكا وامرشا وكتوكا صلى الله عليه وسلم أم بأي يمنيا أم يمرشك يفواتي لأي يترمشي وان الله سبحانه وتعالى عباد الله وللا يواجيكم بين الله سبحانه وتعالى وكترمشي وامتحاني امتحاني هو وكان ليوميزان يقول يشمكو يقول الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور الرحيم كنا واجي ولي ودايكم بين الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى كا وترمشي وامتحاني قل إن كنتم تحبون الله وأنبيائك وكويلنين من بين الله سبحانه وتعالى فاتبعوني باس نفوتاني ميمي وانفوتان تومي صلى الله عليه وسلم كماني وكويلن يحببكم الله الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى تنجو ياك ويغفر لكم ذنوبكم ناتا وسمي مكو سيان والله غفور الرحيم كم زاني أو حقيقة كماني وكويلنين كماني وكويلنين من بين الله سبحانه وتعالى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى أتاك يفوته ونغوف أليو ترمش الله سبحانه وتعالى والله هوايز يو يكو بتعالى ولها بتتابها بدنياني ولكش آخر أقول ما تسمعون واستغفر الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه يجمعين أما بعد فيا أيها الناس عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وفندو وبيلي واتكاو كين ركين يومي نوان غوف وليو ترمش الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى أوفر لو ويتمero فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبا ومن أطاعني دخل الجنة ومن أصاني فقد أبا رواه البخاري متume sallallahu alaihi sallam hakaweka mizani na kusema ata kainiti mimi basi huyo ata ingia peponi na ata kaini asimimi basi amekata mwenyewe kuingia katika pepoy Allah subhanahu wa ta'ala katika maisha yako muislamu leo wakutana na mambo mengi sana katika dini yako lakini usipu wakikisha kuwa hili jambo jie nimi amrisho na mtume wetu sallallahu alaihi sallam au la ukawa utalifanya bila ya kueka mizani basi kuna khatari ya wewe kuingia katika kundi lawale ambao watapatatabu wapawulimuengu waluyadhu billah katika hulimuengu na kesho akhira likija jambole lote laibada kukue muslamu jambole lote la dini yuwa ni qaida lazimma uyiuliziye jie kuna dalili fabiili ya thubutu sahih ya wazi kuwa Allah ametu amrishan amtu mewake sallallahu alaihi sallam aibadaka mayu au la ikiwa ipo basi fuatani amri ya Allah subhanahu wa ta'ala nani amri amtu muhammad sallallahu alaihi sallam qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin unahaq indugianku muslamu kwa kila imada unawifan yamtuwasiku wa lakaze bila ya kukupa dalili ya quran au sunna ili ya thubutu kutuwa kumtu muhammad sallallahu alaihi sallam kisha uchunge wapo katika wali ambao watakutayya darini kuwa hili jamu katika asli ni miamrishwa katika shariya Allah lakini sifwa na wa itakaleza ili ya ibadah ikawasiyo sifwa ili ya fundishwa na Allah subhanahu wa ta'ala nani amtu mewake sallallahu alaihi sallam quamfano الله سبحانه وتعالى أمتو أمرش كتكيليز عبادة صالة أكسما وأقيم الصلاة كيب أصلي عبادة صالة إذا أمرشنا الله سبحانه وتعالى لكن هو زكود يليون نجيانكم مسلم وكيصالي صالة ونفو تكباب أظهورك تفندشم تومي صلى الله عليه وسلم تصالرك عنه ويوكادي وكسما مميناونا ويويرا كعا ستا كوهو جغاني وأقيم الصلاة توميامرش وتسمميش صالة وفعل الخير توميامرش وتفني خير لا ها بو تنجيه كتكيو potof كوهو كثبوت أصلي عبادة ها كجمانيش كثبوت نمنا ونغفني ويويرا عبادة بالينامنا بيا لازيما ورجيه كتك شرية الله سبحانه وتعالى كمسيجم كتبقيا مدوفو مكسما تومصولي يمتوم صلى الله عليه وسلم اكيولزو دلالي وسمع إنا الله وملايكته يسلون على النبي نعم أصلي عبادة يكم صلي و промتوم صلى الله و قم يمرشو لكن هو وصف منا وفنة ينيني ملازيما ولي تعجر ندالي يه سفاهي اليفان يمتوم صلى الله وصحبآ أولا اكيوهو ندلالي كتكهيلو بس أجيو يوينجيع كتكوالي وليومزولي يووانغو والله سبحانه وتعالى سبب لو كما ينجل كما هو وصفني وصاوة أسنجل وواجم تميوت محمد صلى الله عليه وسلم وليترمشي وهي آية عباد الله نمسيجي مهيم سانا كما مسلام كيفهام لو كما تكوس كيفهام مسيجي عظيم كما هي اتاكوا نسباب يكو يمبش وكما وانا فانيا عبادة او فيو او فيو اكي ترجيك وكلينا كيفان يكينا اجر بلي الله سبحانه وتعالى لكن وكري ومانبه هنجل بلي الله سبحانه وتعالى من عامل عاملا ليس عليه أمرنا فهو رد يؤية من يكو فني عمل بلا أمر يمتو محمد صلى الله عليه وسلم بس عمالي كما يلي اترجي شيء من يميه فهام لغيانكم مسلام مسيجي عظيم يambolo lote yambalo kulikuwepo na sababu wakati wa mtumeza salami ya kulifanya na kulikuwa hakuna kizuhizi chochote kina cho mzuhi ya mtumeza salami ya kulifanya kisha hasilifanya basi kuliwacha ndio sunna na kulifanya itakuwa mezuwa katika dini ya Allah mfano mtume sallallahu aliasalem aliasali salai yaidi miaka mingi kulikuwepo na sababu ya kuwathini katika salai yaidi ilikuwa kusanya wa islamu wajiwa isuali salaka maile lakini mtume sallallahu aliasalem hakulifanya jambu ilo lakuwathini kuhu wazi kuja leo katia fikra yako muislamu ukasema kuwatukiadhini watu watajua ni time ya sala watakuja kama vile mfano wa sula za farathi tutakuambia umezuwa katika dini ya Allah kwa sababu sababu hiyo ilikuwepo wakati wa mtume sallallahu aliasalem aka iwacha kwa khiyari bila ya kunazimisho na yote kwevo sunna ni kuiwacha siku itakeleza ilipita kila mwaka siku ya kuzaliwa kwa mtume wa sallam aki wa haai hatta siku moja asishana kiamtul muhammad sallam siku ya kuzaliwa na sababu ime pita basi wakui fanya ili sababu wa katiyaliwa wakati wa mtume wa sallallahu aliasalem kwa khiyari ya kwa khiyari ya kia ya yadilu wa la yashqa wa sallam wa sallam wa sallam